وللمزيد ينضم إلينا من رفح مراسل عربي أحمد البطة أحمد نفهم منك أكثر مجريات الأحداث الميدانية خصوصا في رفح في الوسط وأيضا في الشمال الذي لم يسلم هذه الليلة من القصف الغارات الإسرائيلية وما هي الحصيلة النهائية لعدد الشهداء والجرحة نعم كثافة نارية إسرائيلية بغارات استهدفت منازل وأراضي زراعية على محفظات مختلفة في قطاع غزة خلال الساعتين الأخيرتين نتحدث من آخر التحديث وهو أنباء عن وقوع شهداء وجرحة في مخيم جباليا باستهداف منزل لأحد العوائل وبشكل مباشر هذه الغارات تأتي أيضا بعد سلسلة غارات عنيفة وأحزم نارية استهدفت المناطق الجنوبية لمدينة دير البلح ومنزلين على الأقل شرق وغرب المدينة وأراضي زراعية وصل حتى قبل ساعة من الآن 15 شهيدا لمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة وهذا العدد هو حتى هذه اللحظة يدور أيضا الحديث عن مفقودين تحت الأنقاض نتحدث عن توقف عمليات البحث بطبيعة الحال الغارات الإسرائيلية التي تستهدف المنازل في ساعات متأخرة من الليل تزيد من صعوبة عمليات البحث عن ناجين عن مصابين أو حتى انتشال شهداء وتؤجل العمليات إلى حلول الصباح في ظل أيضا للعدام وجود معدات ثقيلة للإنقاذ ورفع الأنقاض فيما أيضا كانت قد سهدفت غارات إسرائيلية منزل أو ثلاثة منازل خلال ساعات النهار وحتى مساء أمس في مدينة رفح خلفت ثلاثة شهداء ليرتفي عدد شهداء مدينة رفح هنا في جنوب القطاع لأربعة شهداء خلال الأربع عشرين ساعة الأخيرة كان خلال اليوم السابق استهداف لإحدى الكافاتريات الموجودة على شاطئ بحر المدينة وعائلة نازحة استهدفت في هذا القصف الإسرائيلي أدى لاستشهاد مواطن وعدد من الجرحة فيما استشهد ثلاثة آخرون في استهداف ثلاثة منازل شرق المدينة وجنوبها أيضا فيما استهدفت أيضا أحزم نارية عنيفة المناطق الغربية لمدينة خانيونس وغارات مكثفة على المناطق الجنوبية قذائف مدفعية استهدفت أكثر من شقة سكنية ومبنى سكني في مدينة حمد إلى الشمال الغربي من خانيونس بالإضافة لقذيفة إسرائيلية استهدفت مدرسة المدينة وهي التي بها أكثر من 150 عائلة أدت هذه القذائف لاستشهاد شهد بعر من النازحين ومن المواطنين وإصابة العشرات نتحدث عن غارات مكثفة تستهدف كامل محافظة قطاع غزة تهدأ حينا وتزيد كثفتها بشكل أكبر في الساعات اللاحقة والدقائق اللاحقة وتزيد هذه الغارات الإسرائيلية في ساعات متأخرة من الليل صعوبة في عمليات الإنقاذ وحتى انتشال شهداء من تحت الإنقاذ أمام عجز واحد واضح وإنعدام وجود معدات ثقيلة لأجهزة الإنقاذ التي تحاصر منذ سنوات وتمنع من إدخال أي معدات جديدة وأيضا تستهدف الطواقم الطبية وتستهدف هذه الطواقم وتزيد قوات الاحتلال وطائراته أيضا من صعوبة عملها في قطاع غزة مع هذا العدوان الإسرائيلي الموجود أحمد وهنا يبرز السؤال عن التحديات الكبيرة التي تواشوها سيارات الإسعاف والأطقم الطبية وأيضا المستشفيات في ظل استقبال هذا الكم الكبير من عدد الشهداء والجرحى بالفعل التحدي الكبير بدأ منذ بداية العدوان نتحدث عن غارات مكثفة ومتزامنة وعداد سيارات الإسعاف قبل بدء استهدافها من قبل قوات الاحتلال لا تكفي لكل هذا العدد ولكل هذه الغارات المكثفة والتي تستهدف منازل وتؤدي لإسقاط عدد كبير من الشهداء وعداد كبير من الجرحى سيارات الإسعاف التي استهدفت منذ بداية العدوان أخرجت عن الخدمة استشهد من فيها من طواقم سواء سيارات وزارة الصحة التي كانت تستهدف الطواقم سواء في طريقها إلى مناطق الاستهداف أو حتى في مناطق الاستهداف ذاتها وهذا الحال ينسحب أيضا على طواقم الدفاع المدني كثير من هذه الاستهدافات كانت في مناطق قد تم التنسيق لهذه السيارات من الدخول إلى هذه المنطقة والعمل بشكل سلس دون استهداف من قبل قوات الاحتلال لكن الاحتلال قد استهدف هذه الطواقم وأوقع عددا كبيرا من الطواقم الطبية شهداء وحتى من طواقم الإنقاذ أخرج عدد كبير من سيارات الإسعاف وسيارات الدفاع المدني المتهالكة في الأصل عن الخدمة وما تبقى الآن أعداد يسيرة لا تكفي للغارات الإسرائيلية المتساقطة والمكثفة والمتزامنة أيضا على محافظات قطاع غزة خاصة في المحافظة الوسطى والمناطق الجنوبية خانيونس ورفح وهذه المناطق تعيش في حالة صحية صعبة للغاية مع خروج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة وتبقي مستشفى غزة الأوروبي الموجود جنوب شرق مدينة خانيونس سيارات الإسعاف التي تخدم المحافظة الوسطى والتي تشهد أيضا غارات إسرائيلية مكثفة على تلك المناطق أيضا تخدم في مدينة خانيونس وتحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه وانتشال الشهداء أو حتى إجلاء مصابين من خانيونس وحتى في مدينة رفح سيارة الإسعاف تحاول الوصول لمناطق مختلفة في مدينة خانيونس بالرغم من التواجد الإسرائيلي في أكثر من منطقة سواء وسط المدينة في محيط منطقة بنك فلسطين وهناك أيضا تندلع اشتباكات بالإضافة لوجود قوات الاحتلال في منطقة جامع بلال والمناطق الغربية وهناك أكدت المقام الفلسطيني وقوع اشتباكات بفصائلها المختلفة والتجمع الآخر في المنطقة الشرقية مع تواجد إسرائيلي في مناطق الشمال الشرقي للمدينة كان هناك تقدم للآليات تجاه بلدة القرارة التقدم يكون في ساعات ومن ثم تتراجع مرة أخرى الآليات لكن بطبيعة الحال مناطق مدينة خانيونس وسط المدينة غربها شمالها وأيضا جنوبها إلى بعض من مناطق جنوبها الشرقي تجاه مناطق قزان النجار وأيضا الأوروبي ما قبل ذلك بكثير هناك أيضا تواجد إسرائيلي في تقدم للآليات وفي تراجع بشكل مستمر وهناك وفي كل ما ذكر من مناطق يتم استهداف من يتحرك من يصل إلى هناك من المواطنين الذين يحاولون تفقد منازلهم انتشال شهداء من أقارب أو حتى إنقاذ مصابين وأيضا يتم استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني التي تواجه تحديات جسيمة في هذا العدوان الممتد والمتواصل والذي يحصد أرواح كل شيء لا يفرق الاحتلال بين طبيب أو مواطن وشهدنا المجازر الإسرائيلية المتواصلة والمستمرة في قتل متسلسل للفلسطيني أينما وجد وحيا وميتا نعم إذا ما تحدثنا عن الجانب الإنساني أحمد تحديدا عن إدخال المساعدات هل دخل أي شكل من أشكال المساعدات برا عبر المعابر وبالتالي ماذا عن عمليات إنزال المساعدات جوا تدخل بعض الشاحنات من المعابر أو معبر رفح البري وحاجز كرم أبو سالم مع الجانب أو جانب الأراضي المحتلة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية لكن بطبيعة الحال هذه الشاحنات لا تكفي لحاجة واحد بالمئة من قطاع عزة الذي يحتاج يوميا لأكثر من ألف شاحنة محملة بالبطائع والسلع المختلفة أيضا الإسقطات الجوية يعني على استمرارها في الأيام الأخيرة لكنها بطبيعة الحال تحمل كميات قليلة جدا وهي لا تلبي كل ما يحتاجه الناس وبشكل عام هي يعني لا يمكن أن توصل مساعداتها بشكل صحيح لأكبر عدد من المستفيدين بطبيعة الحال هذه الإسقطات تكون في مناطق متعددة في القطاع وتسقط بشكل يعني منفرد وعشوائي في مناطق مختلفة ولا تستطيع أي جهة من الجهات الإنسانية المشرفة على توزيع المساعدات السلامة كونها تسقط في مناطق عامة وواسعة يتواجد بها المواطنون الذين يتجمعون وتجمهرون وهذا السؤال أحمد يعني إلى أي درجة على مجسرة الرشيد أخافت يمكن أن الناس أصبحوا يخافون من التجمع وتلقي المساعدات؟ نعم لربما مجزرة النبلسي هي واحدة من مجازر مختلفة وكثيرة في هذا العدوان المتواصل لكن الناس في شمال القطاع مدينة غزة وبلدات شمال قطاع غزة الذين يعيشون أزمة جوع متواصلة ومحدقة بمجاعة مزرية جدا وتزيد آلامهم وبرغم من ذلك هم يعيشون على وقع الغارات الإسرائيلية حقيقة الغارات الإسرائيلية وهذه المجازر لا تخيفهم الجوع يخيفهم أكثر الموت جوعا ونحن نتحدث عن موت أكثر من عشرة فلسطينيين من بينهم أطفال جوعا وبسبب الجفاف ونقص المواد الغذائية نتحدث عن استمرار سعي هؤلاء لمزيد من محاولات الوصول لأي شيء من الأغذية أو الأطعمة وأيضا نتحدث عن كارثة محدقة نتحدث عن أزمة الجفاف المحدقة بالمناطق الشمالية حيث أن ما تبقى من آبار مياه يمكن أن يستخرج منها الناس مياها صالحة للشرب أو حتى للإستخدامات الأخرى هي مهددة بالتوقف خلال الأسبوع القادمة بسبب نفاذ ما بقي من وقود أو بعض الكميات التي بقيت في المناطق الشمالية مدينة غزة وشمال القطاع لذلك نتحدث عن أزمة متكاملة الأركان مجاعة محدقة وأيضا جفاف لهؤلاء الناس الذين يعيشون على وقع الغارات الإسرائيلية ويستهدفهم الاحتلال وهم ينتظرون أكياس الطحين بالفعل كانت عبارة مؤثرة جدا من أحد النازحين حينما قال أننا ذهبنا لاستلام الطحين فعدنا حاملين الجثامين أوضاع كارثية ولا يمكن حقيقة أن نستطيع أن نصف ما يعيشونهم من جوع ومن عطش ومن أيضا قتل متسلسل من قوات الأحيان هذا ما دفع أشرف القدرة للقول بأن هناك حكم بالأعدام على أكثر من 700 ألف فلسطيني يعيشون في شمال القطاع أشكرك أحمد البطة مراسل العربي من رفح حتى الآن أشكرك أحمد البطة مراسل العربي من رفح حتى الآن